السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن هل تظهر أعراض الحمل قبل الدورة بإسبوعين وما هي أعراض الحمل قبل الدورة قد تبدو الأعراض قبل الدورة بإسبوعين ضعيفة وليست واضحة لذا فقد تظهر أعراض الحمل قبل الدورة ولكن ليس شرطا أن تكون قبل الدورة بإسبوعين تحديدا ويجب ألا تفرح المرأة في حال ظهرت الأعراض القوية لأنها قد تكون دليل على حدوث الحمل غير السليم وليس كما تتوقع عندما يزرع الجنين المخصف في الرحم بعد مرور 6 إلى 12 يوم من التبويض فمن الممكن أن تبدأ أعراض الحمل الخفيفة في الظهور من هذه المدة أو بعدها بأيام قليلة بعض النساء تظهر لديهم أعراض الحمل بمجرد أن يتم من زراع البويضة المخصبة في الرحم ويلاحظنا ذلك مع تكرار الحمل وللوراثة دورها في هذه الظاهرة من الأعراض التي تظهر قبل موعد الدورة ربما الشعور بواغز خفيف نتيجة لانغراس البويضة ولكن السبب في أن الأعراض تكون خفيفة أن البويضة تكون لا تزال في الأنبوبة على شكل خلية منفردة ولم تبدأ بعد في مرحلة الإنقسام لكي يبدأ عمل هرمون الحمل الذي ينتشر في الدم أثبتت الدراسات أن أفضل وقت لفحص الحمل هو قبل خدوم الدورة بيومين أو سلاسة هذا في حال كانت الدورة الشهرية منتظمة وإليكم أعراض الحمل المبكرة ليس دائما تكون أعراض ما قبل الدورة دليل على حدوث الحمل يمكن أن يحدث تغيرات في المزاج وتقلوات نفسية معتادة وتكون هذه من علامات الحمل قبل الدورة وأيضا من العلامات والأعراض شم روائح غريبة أو غير موجودة في المكان أو اشتهاء طعام معين في غير موسمه أو الشعور بسقل في الساديين وأيضا نزول العلامة التي تعرفها النساء في يوم موعد الدورة الشهرية مثل نقطة دم صغيرة أو خيوط دموية نتيجة لانغراس البويضة وكذلك ارتفاع درجة الحرارة القاعدية للجسم ووجود انتفاخ وغازات في البطن وللتأكد من حدوث الحمل ليجب الانتظار إلى موعد الدورة الشهرية أو فوات موعد الدورة الشهرية والقيام باختبار الحمل في الصباح وإن شاء الله يكون هناك حمل بالفعل في نهاية الفيديو ننوح أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حل هذا الموضوع يمكنكم الرجوع إلى مصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو عجبكم ياريت تدعمنا بلايك وكممنت وشارك في فيديو مع أصدقائكم واتشاركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ